السلام عليكم لبنات وشراكم انتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي اليوم راح نوجد مع بعضنا المعجون تعتفاح كما راكم تشوفوا فيه في الصورة بوصفة جد سهلة وبسيطة بلا ما ننسى في كل مرة نشكر كامل المتابعين على صفحة أم رنوان وايضا على قناة اليوتيوب والانسكين نبدأ على بركة الله بسم الله اول حاجة نبدأ بها هنا عندي تفاح تعيراني نجي فيه كما راكم تشوفوا فيه الكمية التي احبت بعدها وشوح نضيطه في الماء وعصرت فيه شوية قارس لانه عندي كونتيتي صغيرة لانك ما استعملش بزاف القارس عندما يكون لديكم كمية كبيرة على تفاح تزيدوا لها القارس كما راكم تشوفوا فيه بهذه الطريقة هنا نضيطه في تفاح بعد قصته انا احبت هذه القصة بشوية لانه يفور لي في ساعة ما يتعبني هذه الكيلة تفاح كما راكم تشوفوا فيها نضيطها بعدها راح نكيله السكر بالنسبة للسكر را ندرته نقش شوية نقص عليه قصة سبعة ونصف انتاع السكر هنا ادخلطوا السكر تاعكم مع الماء تحطوا فوق على نار هادية وتحركوا مليح لا تحبسوش تحرك ما نقولو احنا حتى نضبلكم هذا السكر مع الماء كما هو موضح في الصورة كما نقولو في الفيديو هنا راح نحط التفاح تاعي ونعاود نغطي الكسكاز ونخليه يفور بصحة ما نقص على النار تاعكم هنا التفاح تاعي فار علي كنت نوجد ثلاثة مع الكوزينة وامامتان انسي اغفلت عليه لقيت وفار لي انتوما حاولوا انكم تعسوا راني نحط التفاح تاعي وراح نخلي سيروتاعي يشرب يبدأ يختار هنا او يبدأ يختار هنا او سيروتاعي كيتحطوه او يبالكم عادي بصحك يتمسوه بصباحكم لا راح تلقوه بليك شغل يتعلك وما يقولك سيرو كيتهز بالمغرف لازم يبقى ما يدقطعش يبقى يسيح هكذا كما راكم تشوفو فيه ما يدقطعناش وهنا ما راح نديره راح نهزو هذا التفاح نخلطه مع العسل انا مجدرت تفاح عفوا تفاح تفاح طابلي شوي شعر زيادة كما نقوله ما يدفع هذا التفاح عدداف ما كبيته كما تقولون ما مجدتو معاه هو كاكس خونسي نطفحت كما راكم تشوفو في الفيديو هذا هو معجون تفاح اللي وجدناه مع بعضنا تشوفو في سيرو العسل وراه صافي جابنين يتكل ما يتشبه شي ذو ككل مرة اذا عجبتكم الوصفة سلام عليكم غير تخلي والجام والكومنتر والبارتاج لطعم المفاهم الفايدة نتلقوا في فيديو ان شاء الله مع السلامة